الجيش لا يسأل عمافة لو بالتالي اي حد في الجيش لا يسأل عمافة اي حد انتو سألوا هل تحكمه بتوع 67 اللي دمروا مصر هل تحكم عبد الناصر هل تحكم عامر هل تحكم الغول هل تحكم صدقي مفيش حد تحكم طيب هل تحكمه على اي مشروع عمله غلط كذلك اي نموذج وزير النقل كامل وزير فريق او استيسي عمله فريق في ايام الرخص وراح نقلوا من الجيش فريق الى وزير نقل ده نسخة مسغرة من لا يسأل عمافة من العينة بتاعت لا يسأل عمافة راح البرلمان يتكلم عن انجازات غريبة زي الانجازات دي انا مش بفخن في نفسي لكن ما فيش وزير نقل راح اصوان 12 مرة احنا دخلنا في العبس بقى يا راجل على فكرة انا رحت اصوان كتير جدا هي الشطرة ان الوزير رح اصوان كتير يعني وقال للنواب لما سألوا عن كتر الحوادث في الطرق قال لهم مش بسبب جودة الطرق لا دي بسبب السوائين خش يا معلم كسرت حوادث الطرق ليس لها علاقة بجودة الطريق ولكن بالسائق والسيارة هنا في الحلقة قلنا الرقم يا جماعة من 9 مليار ل7 ونص فيه 2 ونص مليار تقريبا راحوا يعني فيه 2 مليار اتنين مليار اتنين مليار ابي كام يا كاملو 9 مليار قالوا لا لا كامل كتير قوي خلاص سامع مليار يا جماعة فيه اتنين مليار في النص المليار الف مليون بيفاصل لا يسأل عن ما يفعل فيه نائف في البرلمان كمان كان له رأي تاني نائف في البرلمان قالك عليا الطلاق ما في حد بيكره غير الفشلة وصلنا المرحل كده ما تستغربش من البرلمان على فكرة النائف في البرلمان اللي طالع يقول عليا الطلاق ما حد يكره غير الفشلة انا هقولك على حاجة البرلمان طول عمره كده من اول ما العسكر جوم البرلمان اللي وقف فيه النواب هجمه الملك البرلمان اللي وقف فيه النواب طلبه محاسبة الملك على فلوس صرفة على ترميم او تجديد الياخت المحروسة البرلمان ده بقى في زمن العسكر بقى حاجة تانية انت اكتب دلوقتي يا علي كده اكتب كده اكتب النائب الراقص في البرلمان اكتب على جوجل كده هيطلع لك انه لما عبدالناصر اتنحى وطبعا دي كانت تمثيلية واضحة يعني فيه واحد بعتلي اقل ما تشتمش عبدالناصر انا بشتموش يا حاج والله يا عم سميرة انا بشتموش والله انا بتكلم واللي عليه بقوله بس لكن ما نشتمش نشتم ليه يعني ضجل مات في زمة الله لما عبدالناصر تنحى في تمثيلية وتمثيلية انا بقولك تمثيلية مش من عندي والله اسأل حسام الدين مصطفى المخرج في شهادته مع صفاب السعود بقول ليه عن التمثيلية دي اقرأ كل مذكرات تتكلم عن تمثيلية كان تمثيلية كان موضب تمثيلية كده انه يا شعب انا مأموس وعايز امشي فالشعب يطلع بفعل فاعل ويرقص فلما رجع عبدالناصر وقف نائب في البرلمان وقف يرقص تحزمه رقص وسموه النائب الراقص البرلمان نفسه اللي وقفت فيه فايدة كامل طلبت بفتح مودد الرئاسة للسادات هو برلمان هو دوره كده فيه ناس كويسة قلة فيه كده عدوا عليه قلة يعني زي ممتاز نصار والشيخ عشور وغيره لكن فيه كثرة عدوا عليه كده من نوعية دي عليه اطلع ما فيه حد بيكره غير الفاشل يا باشا ده خلاص بقى ده بيعيد امجاد اسلافه من المطبلطين اللي قاعدوا في البرلمان ده طب تعال اسمع بقى كلام الفشلة من زميلك النواب يا رفعة دي اسمع كلام النائب عبدالمنعن اللي واجه كامل وزير وقال له بقرود خدها السكة الحديد وما تصرفش منها فلوس ورغم من القرود دي تحسبت علينا اسمعوا يا حضرات كده اعدل نفسك في القاعدة اضبط الكرسي اسمع الكارسة دي كده يعني انت بس وزارة النقل بس واخد 715 مليون دينار قرود ما استفدتش منها اسمع يا علي ده فيه قرود تانية استفدت بيها يعني هي خدت قرود تانية ما المونرويل ده واخدين فيه حاجة و30 مليار وعلى 30 مليون لا حاجة المونرويل انت لو دورت عادي الوقت ده الواحده كارسة التالج وده الواحده كارسة لكن ده النائب هنا بيكلم على القرود اللي خدها وما استفدش بيها لكن فيه قرود تانية اخدها واستفد منها يعني او عمل بيها حاجة دي قرود اللي خدها وما عملش بيها حاجة فدي قرود اللي اخدها كامل بيه الوزير وما عملش بيها اي حاجة 715 مليون دينار كويتي بلغة دلوقتي لو دينار الكويتي ب100 جنيه بتطلع رقم دي يا ابن عم دي بتطلع رقم يصدع يجيب لك صدع والله العظيم يجيب لك صدع اهو تكلفة الكيلو متر 30 مليون دولار كل ما تريد معرفته عن مشروعي المنوريل ده ده الواحده كارسة ده ده الواحده كارسة ده المنوريل ده الواحده ده أد انا بقول لها خد مني يا عم لأ هات الحساب الاخير يا عم ما تجيبش ده المنوريل ده أد لوحده قرد بتاعه غالبا بس عشان لازم يراجع زميل عشان ما قلش حالي غلط يعادل ديون مصر ساعة ما قامت ثورة يناير دور كده والنبي دور كده الله يخليك حد يلحقنا يا جماعة دور كده على القرود القرد بتاع المنوريل الواحده الواحده مش عفت كده لعظم ولا دهن ولا شغت شوفوا كده اتكلف كام حاجة و 30 مليار تقريبا يعني تقريبا شوفوا كده مع بعضه تقريبا قد ديون مصر الخارجية بسورة يناير مشروع واحد مشروع واحد يعني قادي اليوم السابع هاي بتقول 26 مليار دولار تكلفة قدامي هون 26 مليار دولار وفي رقم تاني 36 مليار دولار في رقم تاني أول ما عملوه 36 مليار دولار احنا ديون مصر الخارجية سنة كانت حاجة 40 يعني حوالي حاجة 40 مليار دولار تخيل في مشروع قطر بس أنا بقولك حاجة و30 مليار احنا ديون مصر خارجية في سورة يناير كانت حاجة 40 مليار 42 أو 40 حاجة كده ده مشروع واحد فما بالك بقى دي ده اللي استفاد منه ده اللي عمل بحاجة ما بالك بقى بحاجات ما عملش بقى حاجة زي دي سبعمائة وخمساشر مليار مليون دينار كويتي واللي 74 مليون سوري 74 مليون دينار كويتي ومائة وسبعمائة وخمساشر مليون دولار ده ما عملش بقى حاجة دي ديون مضى عليها وتكتبت علينا وكله بالحاسوبة وتحطت في الدفاتر واتخلص بس مخداش ليه لانه فيش حدي بسأله الله يرحم ايام زمان الربع جنيه كان يدخلك السجن ربع جنيه زيادة في ميزانية كان يدخلك السجن ده ايام مباركة ايام ما كان في دولة ربع جنيه زيادة في ميزانية هيئة خمسين جنيه انا ليه واحد صاحبي راح في دهية بخمسين جنيه ودخلنا تحقيق وقصة بخمسين جنيه بس في كتاب مجاني باعه بخمسين جنيه لوحدة كان مهرجان سينما وبنوزع كتاب مجاني واحدة ستة فرنسوية كده مبسوطة بالكتاب بتقولي المسئول الكبير والله الكتاب كويس جدا وعلى فكرة سعره حلو قال لها سعره سعر ايه قالت له اما هو ده بخمسين جنيه مصري قال لها مين اللي باعه لك قالت له فلان فلان ده راح التحقيق بخمسين جنيه انا بتكلم في مليارات عادي يا معلم اطمضت وتحطت وبتأوله اي حاج والرجل ده كان امين مخازم وانتهى عهده باش بالوظيفة ده باع كتاب مجاني بخمسين جنيه ونسخة ده نسخة واحدة لتباعت لكن ده مخالف لان فيه جهاز مركزي بحاسب فيه هيئات رقابية كبيرة بتحاسبنا المعلم كامي الوزير واخد سبعمية وخمستاشر مليون دولار ما استفدش منه واربعة وسبعين مليون دينار كويتي ما استفدش منه ما حدش سأله ما حد يسأله ما حد حتى بيقولها كالخبر يعني والوزير بقى بيتمسك بدفاعه عن التالجو قال لك ايه بقى اعرب الوزير في البرامن عن رفضه الانتقالات اللي توجهت للصفق على سن بعض الاعلامين قائلا احنا مش سمصرة ومعندناش حاجة نخاف منها حلوة قاوي ايه القصة بقى ايه الحدوتة ايه الحكاية ايه الموضوع انا اقول لك انا اقول لك بس اسمع بس عشان بس اوفر لك راغي كتير هيطلع ومن الجرائد واجيب لك ادلة الوزير ده طلع قال التالجو بعشر قروش القطر ده بعشر قروش حلوة كلام جميل جدا الناس صدقت وهللت وقال لك ده الخفضوا كمان كذا حلوة جدا التالجو ده جبتوا منين جبنا من الشركة اسمها انشراح الشركة نفسها على الموقع بتاعها قالت لا 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 القطر ده ثمان وكذا غير اللي قاله اربعتاشر قرش رقم غير اللي قاله كم الوزير نسمع بقى الحكاية انا قلت لك ملخص القصة قال لك احكينا قصة سيدنا يوسف قال لك تهو لقو انا حكيت لك الملخص خذ بقى الموضوع بقى ليس حبا في الرئيس اسمان متضربة لصفقة التالجو الفاخرة ايه بقى الاسمان المتضربة اطلع يا معلم نشوف بقى التالجو بلغت قيمة السفقة بصوا حكييني الحكاية غلط خالص بلغت قيمة اكتب معانا يا معلم اكتب معانا وعمل زمان كان فيه برنامج في الإزاعة اسمه كان بيعلم الناس القراءة والكتابة ايما كان فيه إزاعة يعني كان الراجل له هاته ورقة وقلم ومراية وتخلي بالكم معايا هات ورقة وقلم بقى وكان بزاعة ساعة نشر الدهر هات بقى ورقة وقلم الأستاذ الأمحاء والله يرحمه المهم هات ورقة وقلم وكتب الأرقام دي اشتراجع بس بلغت قيمة السفقة بحسب الشركة مية صحة نقول صحة علي مية خمسة وتمانين مليون يورو كويس جدا بينما قال الوزير إن الصفقة بمية ستة وعشرين يورو مية وعشرين مليون يورو أوكي حل يعني بمية واثناشر مليون يورو حسب أسعار الصرف وقتها بعدما كانت الصفقة بواحد واربعين مليون دولار يعني مية خمسة وعشرين يورو حد يسأل بقى حد يقول لي يا ترى يا مستر محمد الشركة بتجذب ولا كامل وزير بيجذب الموقع ده بيقول أرسلنا إلى الشركة نسأله عن التبايب عن الرقم اللي أعلنته للصفقة مقابل الرقم اللي أكد الوزير وعما إذا كانت أجرة تحقفضات لم توثقها على موقعها تقديرا من رئيسها ليه السيسي كما صرح لكننا لم نتلقى ردا حتى نشر التحقيق أكد مصدر تحدث إلى الموقع المنصة مشترطا عدم ذكر اسمه أن القيمة كما دونتها الشركة تماما مية خمسة وثمانين مليون يورو مقسمة إلى مية عشرين مليون يورو قيمة القطارات وتشمل الصيانة وقطاع الغيار لمدة عامين بالإضافة إلى اثنين وثلاثين مليون يورو أخرى نظير مد فترة الصيانة ست سنوات وذلك في ظل افتقار مصر للإمكانيات والخبرة اللازمة لسيانة الخطارات وفق المصدر الذي تبعه إذن قدامنا ثلاث تفسيرات للقصة دي إما إن الشركة بتجذب وده مستحيل هيجي واحد يقولي والشركة أنت 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 بن عام الشركة ولا أعرفها بس أقولك ليه مستحيل لأن الشركات دي شركات كبيرة والشركات دي في دول الدولة دي أي دولة في أوروبا لو كذبت عليهم في معلومة تروح السجن تقفل كله بالكتوبة لو ما دفعتش درائب تروح السجن دا في مسؤول قريب أو يستقل لأنه ما دفعش الدرائب في إنجلترا هنا دور كده علي سوناك دا رئيس الوزراء أطاح بأطاح بمسؤول لأنه ما دفعش الدرائب مسؤول كبير يعني قياد كبير فنأخذ لثلاث روايات دول لثلاث تفسيرات إما إنه الشركة بتجتب وده مستحيل مستحيل لأن دي شركة هتتحاسب قدام دولة مستحيل تجتب أو الاحتمال التاني بقى إن كامل وزير بيجتب وده وارد جدا بيجتب وأخذ في جيبه فلوس هو والسيسي يخده سمسارة زيادة ده احتمال أو الاحتمال التالت بقى إن كامل وزير أو ناظم الزهاوي إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بسبب خرق خطير يتعلق بملفه الضريبي يا بو يا دول ما عندهمش عسكر جيش تيسأل عما يفعل دول كله بيسأل ده الملكة بتسأل سوري الملك احنا واخدين على الملكة الملك بيسأل من أين لك هذا دول بيسألوا دول طار الراجل أهو ناظم الزهاوي البي بي سي إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم الحزب الحاكم في بريطانيا بسبب خرق خطير يتعلق بملفه الضريب فإذن الشركة مش تكذب خلاص كامل وزير بيكذب ممكن وخد الباقي الفاصل ما بين 158 مليون اللي الشركة قلت عنها وهو قال دي بـ 126 مليون يبقى الفرق ده حوالي 32 مليون تقريبا أنا لو جيبتها صحة يبقى بربه علي بس أعتقد لا 32 مليون شكل قوي إلعب قرية اللي تنزل دي يعني 32 مليون دولار دول اتضربوا في جيب كامل وزير ممكن عادي عساكر مصرية أو الاحتمال التالي بقى إن كامل الوزير حاب يصيّت السيسي فراح قال لك دول خصم 32 مليون يعني هو من نفسه خصم 32 مليون دولار عشان يقول الجملة دي إن مسؤول الشركة الأسبانية اللي يا بتاعة التالجو قالت إحنا بنحب السيسي ما بنمشي غير على صوته وعلى فكرة لما بنشوفه البنترانت بتتفكل وحدها والحاجات بتقع والدنيا بتسيب فسيبنا له 32 مليون دولار ودي مستحيل تحصل حتى للرئيس الأبريكي يبقى قصد كامل وزير إنه يسقر 32 عشان يعمل سيت للسيسي بس سيلة 32 مليون موجودة يعني فقال لك 126 مليون بس لكن لم يتحدث عن ال32 مليون اللي هم بتعصيانا سنتين الشركة قالت القطر قيمته 126 مليون يورو في بقى زيادة عليهم 32 مليون يورو دول بتعصيانا سنتين ندربكم عصيانا بتاعته لما جاي كامل كامل وزير قال لك ده هو 126 بس ليه تابل باقي فين قال لك خفضوه عشان السيسي ده سيناريو يبقى ثلاث سيناريوها شركة مستحيل تجدب بتجدب مستحيل تجدب كامل وزير بص الكتب عندهم ما مدوحش عين قالها قال لك احنا في التزوير تزوير يعني وحبسوا الرئيس مرسي في قاعدة حربية بحرية وكتبوا عليها سجن عشان العالم يجي يتفرج ويقول لك ده سجن اهو والصوت والصورة زعوا قسامة جويش خلاص فدول يجذبوا ودول بيجذبوا زعنيهم ممكن كون خطة 32 مليون يورو بجيبوا او ان كامل وزير حاب يعلم على يعمل بقى سيسي جامد قوي فقال لك الشركة بعتنا القطر ب 126 مليون ولم يأتي على ذكر 32 مليون دولار يورو بتقع الصيانة دول الثلاث سيناريوهات اي واحد يوم بقى الحقيقي الوحيد اللي بالنسبة لي حقيقي ان الشركة بتجذبش خلاص نيجي بقى نشوف تفاصيل النقلة تسر على اسقاط قيمة الصيانة من صفقة التالجو الوزارة طلبت وسائل اعلام تحر الدق او موقع المنصة النقل مصر تسقط 32 مليون يورو بتوع الصيانة الوزارة طلبت تحر الدق طيب يا عم ايه بقى اغفلت وزارة النقل في بيان مطور نشرته السبت الماضي على ما تم تناوله من خلال عدد من وسائل اعلامية المغرضة المغرضة طبعا هم يقصدوا نحن ما هو مش يقول على القاهرة والناس المغرضة مش يقول على صدر البلد المغرضة مش يقول على دي ام سي مغرضة مش يقول على ام بي سي مصر مغرضة مش يقول على دول مغرضة اللي احنا المغرضة بشأن التفاصيل المالية لصفقة قطارات تالجو الفاخرة الاشارة ال32 مليون يورو من الصفقة رفعت قيمتها الحقية من 126 يورو الى 150 يورو صدر بيان الوزارة بعد يوم منصفه من تقرير نشرته المنصة الخميس الماضي بعنوان ليس حبا في الرئيس اثمان متضاربة لصفقة التالجو يتضمن خلاصة رحلة بحث عملتها موقع المنصة عن الصفقة اسر ظهور وزير النقل كامل وزير علامات اطلع سطر اللي يكرمك علامات احدى تلك اطلع سطر يا سمعني تلك القطارات مع الاعلامي احمد موسى مستعرضا القطار ومزايا مشيرا ان مصر حصلت علي ان صفقة خفضت فيها الشركة الاسبانية 15 مليون يورو حبا في الرئيس استندت تقرير اللي عملوا موقع المنصة برضو الامانة الى القيمة الفعلية للصفقة التي اعلنت عنها الشركة عبر موقعها واللي كتبت عليها ان الصفقة دي 158 مليون كما اعتمد مصدر مطلع على تفاصيل إبرام الصفقة في الوزارة اكد ان القيمة الفعلية للصفقة كما دوانتها الشركة الاسبانية ومقسمة الى الات 126 مليون يورو قيمة القطر والقطاع الجهر اضافة الى 32 مليون اخرى اللي هي مدة الصيانة 6 سنوات اضافة موقع المنصة الى الامانة هو اللي عمل ده دي الامانة عشان بس حق والادم والفكر عشان كده عدد من النواب غسلوا كامل وزير مبارح وحملوا مسؤولية حواليس الطرق نشوف كده مجموعة من النواب بينتقدوا فشل كامل وزير في إدار المال العام على الطرق اللي فيها عيوب فنية وكسرة الحواليس نشوف كده اه محدش يقولك انا ضد شبكة الطرق والكبار لكن كلمني بقى على الاستثمار اللي الاعائد من الطرق والكبار اه مطلوب الطرق وكبار لكن بطريقة كبري جنب كبري وطريق في حط طريق وانسيبوا سلة الغلال في كفر الشيخ في البحيرة طريق أبو الروس لأنه معمول قبل 25 يناير يعني فيه اهضار فيه اهضار للمال العام مسؤولين عن الكلام ده عملوا كبار 14 كبري ال14 كبري دولت فيهم 9 كبار مفيش ثلاث مواطنين عدوا عليهم ويببا مفيش احتياج الكبري اللي كان له احتياجة معالي الوزير ركز معها كده ثانية واحدة شوف فيه اطفال بتعدى على المعدية ده تروح المدرسة كل يوم جساد قرية اسمها مليحة بتربط على رياح البحار بليحة وعزبة السعداني وعزبة حمزة يا معالي الوزير انا خد توصيات من اللي جن في طلباتي حاطة ان انشاء صرحة انشاء هذا الكبري كبري مشاه طبعا ان في الكبري مشاه بدل اللي علمة تغرب مقدرش اشكر معاليك والناس في قرية الشركة 2 والكبري ابو غزالة لطريق 2 كيلو مش عادرين نعمله للأسف شديد وكان المفروض كان فيه وعد انه يتعامل اكراما لروح الفريق محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية والعند الوقت ما تمش فيه حاجة اشكر معاليك ازاي وعند الطريق من متفارس لبرعبيد لامرمعات الباز بيبقى عليه حوادث وبرضو معاليك وعادت انك تعمله ما تعملش في حاجة اشكر معاليك ازاي والطريق من ميت سواء للمحمودية للعرب شرويدة عوزين ازدواج وليسه ما تمش فيه حاجة اشكر معاليك ازاي وكل اهل ديريتي للأسف اشكروا اي شيء من الانجازات اللي حضرتك بتعملها على المستقل العام وضخمات المليارات في مشروعات النقل لكن احنا معالي الوزير عندنا مشاكل في الصعيد عندي سلم مشاهة تم الموافج عليه من ثلاث سنين موافجاته والفنية والهندسية والتصميمات السكة الحديد مع الطلاة عشان خاطر عايزة تاخذ من الشركة رسوم اعطاله الشركة انسحبت لثلاث سنين فوق مزلوجان وكل يوم حوادث يا علي كل يوم تمثيلية وكل دول هم متفقين يعني النهاردة يا جماعة زي ما عملنا عزومة على شرف تعلوب على شرف الاخ اسمه اي ده هو وزير التموين من كام يوم كده النهاردة عايزين نطلع طلع كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنطلع طلع مع بعض كده الطلعة دي هتكون على وزير النقل كامل وزير وبرضه بالادب اه الادب عام حاجة الادب وما حدش وما حدش يقول فاشل ما حدش يقول فاشل ما حدش يقول انه انه ضيع قروع ليه بقولك تمثيلية لا هقولك بس انت الاول ايه لو انت مسلم صلى على النبي لو انت مسيحي مجد سيدك انا هتديك ثلاثة اخبار دلوقتي هقولك ان دي كلها تمثيلية اولا اولا ها بس خلينا نصلح المعلومة الراجل بتاع حزب المحافظين ده على فكرة ما هيربش من الضرائب ده هو تباطأ فيه دافع الضريبة بص تفرج بس ديني يكبر الشاشة شو عشان انا وشيك شيل الازرق ده الله يخليك لان انا الازرق توصل المستشار الخاص لماجنوس الى ان الزهاوي قدم معلومات مضللة عندما قال ان تقاريب مخصوص شؤونه والضريبية تعود الى يوليو كانت تلطيقا للسمع ولم يصحح الزهاوي السجلات الا الاسبوع الماضي عندما قال انه توصل لتسويم على السلطات وقال الرجل ده في خطاب لرئيس الوزارة